السلام عليكم فارقت أستاذة شاب الحياة مساء أول أمس الأربعاء إثر تعرضها لتسمم غذائي أصابها مباشرة بعد تناولها وجبة سريعة بأحد المطاعم المتواجدة وسط مدينة العيون ووفق مصادر مطلعة فإن الهالكة البالغة من العمر 27 عاما والتي كانت تعمل قيد حياتها أستاذة للتعليم الابتدائي بالمدينة عينها تناولت وجبة بيتزا رفقة أختها داخل المطعم المذكور قبل أن تفارق الحياة بعين المكان نتيجة تأثرها بالتسمم في حين تم نقل شقيقتها على عجل إلى المستشفى الجهوي الحسن بالمهدي قصد تلقي العلاجات الضرورية وفي سياق متصل نعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعيون الأستاذة المذكورة إلى هنا ينتهي خبر اليوم شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة